أولاً الخطوات لها جزئين يعني جزء اقتصادي وجزء سياسي واجتماعي الجزء الاقتصادي أنا متفق تماماً أنه الموازنة العامة للدولة أصبحت لا تحتمل فاتورة الدعم العالية اللي موجودة حالياً وبالتالي لابد من تدخلات بشكل أو بآخر لكيفية أنه النهاردة عشان نفض العجز اللي موجود في الموازنة العامة للدولة اللي واصل لتسعة تمانية عشر حسب ما تستهدف الحكومة لكن هيعلى عن كده ده النحل الاقتصادية آه لازم لابد للنهاردة الدعم ده لابد يعاد النظر فيه بشكل أو بآخر دي مسألة ما حدش اختلف عليها أولاً يعني ما حدش احنا مش مختلفين على دوت بس دوت ليه عدة طرق ليه عشان نقدر وإحنا بنعمله ما يحصلش ارتباكات في المجتمع أنا عندي النهاردة لما تيجي تقولي 210 مليار جنيه فاتورة الدعم اللي موجودة وجاي النهاردة انت بتحاول تشيل وتخف من عبقاه بشكل أو بآخر لما تيجي تقولي النهاردة بتزود فيه شرايح الكهرباء بطريقة أو بآخرى لما تيجي تقولي النهاردة احنا يما كنت عندك يمكن بالأمس القريب في حلقة حوالين قانون قيمة المضافة وأنا كنت واحد من المتبنيين للقانون وكنت مشجعين على اعتبار أن أنا باخد من الأغنية ود الفؤرة كنا موافقين على هذا الأمر لكن النهاردة يا أستاذ وائل انت النهاردة ما فتحت الشرايين لاقتصاد لهؤلاء الغلابة بمعنى أنا بيتضخ عندي كل سنة 800 ألف خريك في سوق العمل وحجم البطالة اللي بتقولي عليه الدولة 13% غير صحيح بالمرة واحنا في دولارنا شايفين دوت انت النهاردة لو خدت بنصيد أن انت تبدأ النهاردة في مشروعات تشغل ناس أنا حتى بستعجب من كلام رئيس الوزران بارح يقولك المشروعات القومية شغلت من 3 إلى 4 مليون كلام واحد وكلام غير حقيقي يعني ايه 3 أ4 مليون واي مشروعات قومية اللي انت بتتكلم عليها وفيين الـ 3 أ4 مليون وايه هي فرص العمل اللي انت خلقتها وتعالى اقول لي ايه المشروع القومي اللي شغل الناس اللي انت بتتكلم عليها تعالى الأول ابدأ مع الناس ابتدي خليها تتنفس شوية وابتدي تعالى على الجانب الآخر شوف موضوع الدعم ده هنتصرف فيه ازاي لكن ما ينفعش كله خبط 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 هذه الأمور في منتقى الخطورة أنا النهاردة لانا قدرت أشغل أفتح مسام في الاقتصاد إن هي تقدر تجذب لي مستثمرين من الخارج ما فيش استثمرات بشكل واضح كمان النهاردة قرار التعويم أنا مع التعويم بس التعويم المضار طب تخيل إنه إنه المحافظ البنك المركزي يقول إنه سعر الدولار ب13 جنيه يزيده ينقص 10% وتفاجأ إن البنوك اللي هي الانتر بنك اللي هي تبع أصلا تبعية الجهاز البنك المركزي بتبيع ب15 و16 جنيه يعني هما ذاتهم بيخالفوا القرار ده يخوفني أنا كراجل سياسي وراجل نائب عن هذا الشعب أنت كمان لما خدت هذا القرار لو أنت واخده من ناحية اقتصادية ده أنت السوق جارة في الحكومة السوق بتاع الدولار هو اللي جارة في الحكومة وجابها على تبعياته إنه النهاردة الدولار لما وصل 18 جنيه تطريت أنت تقول إيه البنوك تشتغل في الدولار وخليت البنوك تشتغل حتشتغل في أموال الموضعين بالدولار ورفعت الفايدة على الجنيه 20% حتعمل إنجماش أكتر كل هذه الأمور لو أنت نهاردة حاكم أدواتك وحاكم علياتك نحن معك في ده لكن أنا شايف أنت انجرفت لموضوع وأنا أشك أنت تقدر النهاردة ما تعمليش سؤال للدولار أشك أنك أنت نهاردة تقدر تسيطر أشك أنت نهاردة تفتح لي مسام في الاقتصاد أشك أنت نهاردة الحكومة بأداها المتردي الحالي أنها تقدر النهاردة تثبت إقاع المجتمع في أمور كثيرة جدا كل الأمور دي نشك فيه عشان كده إحنا بنقول هذا القرار كان ليس توقيته ويوم ما كان يتم يتم بأليات تختلف عن مكان لأنه نهاردة عمل كروت البنزين وكانت مفروض إن كروت البنزين دي هتتم إزاي قلنا السيارات اللي فوقت ساعة الألفين سي سي والسيارات الفارهة والكلام ده كله نحن مش عايزين نغال أنا عايزه بسأل العالمي ياخده لكن النهاردة كمان فيه ناس غلابة كتير النهاردة أنت كمان ما عندكش وسيلة نقل أنت بسيطر عليها السك الحديد خاصة أربعة مليون طبعا أنت مثلا عندك في السويس ودود فعل هل الناس تأثروا جدا الناس تأثروا إحنا فندم عندنا مكاتب لخدمة المواطنين أنا عايز أقول أنا والله العظيم واحد من الناس مبارح لم أستطع أن أؤدي صلاة الجمعة مبارح بالرغم على فكرة أنا مؤمن بفكرة أنه لابد فتورة الدعم أن تخاف لكن النهاردة أنا حواجه الناس إزاي في ظل أنه النهاردة ناس بتجيني تقول أنا عند أربع ولاد في البيت مش لقلهم شغلانة حواجه إزاي الناس النهاردة في ظل الأسعار اللي بترتفع بمتوالية هندسية أسعار بترتفع بمتوالية هندسية بتتناقص لأن القوة الشرائية للجنيه بتتناقص وتتراجع بشكل غير عادي يعني اللي بياخد ألف ومتين جنيه كانوا بيشتروا من سنة مثلا نفس اللي حيشترون من ألف ومتين جنيه كان يشترون بسبتمائة جنيه السنة اللي فات فأصبح النهاردة هو دي الأزمة الحقيقية الناس ما هياش في حمل إن هي تستطيع ضفع تكلفة المعيشة الأساسية أنا لا أتحدث عن الرفاهية أنا بتكلم الناس النهاردة ما بتقدرش تدبر طعامها ما بتقدرش النهاردة تدبر عيشتها اليومية وهذه أمور إحنا كنواب معنين بيها دي جزئي الجزئية التانية كمان لما يبقى وزير البترول قاعد مع لجنة الطاقة الزمل في لجنة الطاقة بيقولوننا كان قاعد معهم من يومين ولا تلاتة ولم يأتي بصيرة لأنه هو هيرفع الدعم على المواد البترولية أو هيحرك الأسعار فهذه كرسة أخرى يعني نواب المجلس ده هي الحكومة مش شايفة ده منتقى الخطورة هم مش شايفين مجلس النواب وإحنا طول الوقت هنفضل النهاردة هم ياخدوا خراراتهم منتقى الخطورة وبدون الرجوع لنواب هذا الشعب وبعدين في الآخر إحنا اللي بندفع فطورة بتواجدنا وسط الناس والناس مش رحمانة لازم النهاردة يبقى فيه ألية وتواجدنا يعني الناس بتاكلوا الشكر وما بيقول إنه كان لابد إن احنا نواحي الناس بشكل معين اديني فرصة أنزل للناس أقول إيه الموضوع أقول إيه الخطورة اللي عندنا أقول إن إحنا في وضع اقتصادي مرتبك ده حقيقة عملا ما حدش مختلف خالص إن إحنا في وضع اقتصادي مرتبك ما حدش مختلف خالص إن العزف الموازنة أصبح غير مسبوق ما حدش مختلف خالص إن حجم الدين الداخلي بيزداد بطريقة في منتهى الخطورة وأصبح غول ويخيف ومخيف بشكل غير عادي وكل ده إحنا متفقين عليه لكن كمان حينما تأخذ آليات ده لابد أن ترجع للنواب مجلس النواب نقدر إحنا بقدرة وبآخر نشوف الدنيا فيها إيه على اعتبار نقدر عندنا حلول أخرى يمكن نديناك حلول تاني